مشاهدين أبرحب بحضراتكم من جديد في تلفزيون اليوم السابع وتخطية خاصة بتهم أكيد بيوت كتير جدا في مصر لأنها متعلقة بأطفالنا هي الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال وزارة الصحة أطلقت النهاردة الحملة وبتستمر لمدة أربع أيام يعني الحملة معادها من النهاردة 19 ديسمبر وحتى يوم 22 ديسمبر وده من عمر يوم وحتى خمس سنوات بهدف رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال في هذا العمر كمان مشاهدين الحملة بتستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق بيضم 90 ألف عضوة خضعوا كلهم لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم بالإضافة للفرق الإشرافية على جميع المستويات بالوزارة والمدريات والإدارات الصحية والمناطق الطبية طيب إزاي كل أم تطاعم ابنها وفين؟ في أكتر من طريقة أو مكان يمكن يعني من خلالها تطعيم الأطفال هيكون أسهل ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد الشرل الأطفال أما من خلال الذهاب كمان إلى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ودي فرق سبتة موجودة ومتواجدة فيها كمان كل التطعيم أو كمان عندك فرق متحركة دي بقى الفرق اللي بتلف على المنازل في جميع محافظات الجمهورية كمان في فرق بتروح جميع دور رياض الأطفال اللي هي الحضنات وفي محطات المترو والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات طبعا الحملة دي برضو وإحنا بنتكلم دي حملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين في الفم مع التأكد من البلع لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة لقدر الله طيب تاني بنقول لحضراتكم الأماكن اللي بيتم فيها تطعيم الأطفال إما من خلال الذهاب إلى الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ودي فرق سبتة موجودة أو كمان في فرق متحركة بتلف على المنازل في جميع محافظات الجمهورية وفرق بتروح جميع دور رياض الأطفال اللي هي حضنات وفيه كمان في محطات المترو والمواصلات والأسواق ومحطات القطارات طيب مين المفترض ياخده التطعيم؟ أي طفل من عمر يوم وحتى خمس سنوات لو ابن حضرتك ابن حضرتك عمره يوم لخمس سنوات ضروري جدا ياخد التطعيم طيب هل فيه أطفال ما ياخدوش تطعيم؟ أيوة وزارة الصحة أكدت عبر الصفحة الرسمية الخاصة بها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحزرت من أخذ التطعيم في الحالات الآتية وحذكرها لخضراتكم أولا إذا كان الطفل بيعاني من ارتفاع في درجات الفرارة أو مصاب وعكات صحية شديدة كمان حالات نقص المناعة الأولية العلاج الكيماوي والإثعاعي ومرضى الإيدز وأخيرا أمراض الدم والسرطان ومن هنا أكدت الوزارة كمان أنه لا يوجد أي تعارض بين التطعيمات الروتينية زي الشهرين والأربعة وتسعة الشهور وغيرهم من التطعيمات وبين التطعيمات اللي هي متعلقة بشلل الأطفال الجارية إذن إذا أنه لا توجد أي خطورة خليني برضو نركز على هذه الجزئية لا توجد أي خطورة من أخذ التطعيمات معا أو تطعيمين معا طيب المحافظات على مستوى الجمهورية قام المحافظين والمسؤولين فيها بجولات وتابعوا الإجراءات والاستعدادات الخاصة بحملة التطعيم ضد مرض شرل للأطفال وكمان وجهوا جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بدعم أنشطة القملة وتسهيل مهمة فرق التطعيم واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمانة طعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة لضمان وصول الخدمة بشكل جيد لجميع الأطفال كمان المحافظات أكدت على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدى المواطنين بأهمية تطعيم الأطفال كمان لو نفتكر كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة والسكان أطلق الحملة القومية للتطعيم ضد الشهلة للأطفال بالمجان من مركز طبي الأسمرات بمحافظة الطاهرة ودعا الوزير جميع الأسر للتوجه لأقرب فرقة من الفرق الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد الشهلة للأطفال لتطعيم أطفالهم حفاظا على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض مؤكدا على مأمونية ومجانية التطعيمات فضلا عن اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لفايروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة دكتور خالد عبدالغفار أكد كمان حرص وزارة الصحة والسكان على إطلاق الحمالات القومية السنوية لتطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين بمصر فضلا عن تنفيذ العديد من الأنشطة للحفاظ على مصر خالية من المرض وذلك أيضا مشاهدين بالتزامن مع ظهوره في عدد من دول الجوار ولفت كمان الوزير إلى أن مصر نفذت حملتين قوميتين للتطعيم ضد شلل الأطفال خلال فبراير ومارس من هذا العام نظرا للوضع الوباء العالمي لمرض شلل الأطفال وزيادة عدد الحالات المسجلة عالميا وحفاظا كمان على أطفال مصر والأطفال المقيمين على أرض مصر من الإصابة بهذا المرض أخيرا مشاهدين وجدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت أن مصر خالية من مرض شلل الأطفال عام 2006 حيث تم تسجيل آخر حالة شلل الأطفال في مصر في عام 2004 لحد هنا تكون خلصة تفاصيل هذه التخطية بشكر حضراتكم على طيبة المتابعة ونلقاكم على مدار الساعة من هنا تليفزيون اليوم السابع إلى اللقاء